انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة التنوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707,992 طالب وطالبة منهم 268,897 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و338,802 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم و100,213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات وهم وزعون على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث أدى طلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ترجمة نانسي قنition